دور نقابة المهندسين في قضايا في المجتمع هامة لإعلاقة بالتصالح في مخالفات البناء كل هذه الأشياء حيكون لنقابة المهندسين رأي ودور فيها حضرتك نقابة المهندسين تبقى لقانون إنشاءها أول بند في القانون بيقول أنها هيئة استشارية في تخصصها للدولة والدور ده بصراحة يعني لما جينا كان مفيش تواصل قوي ما بين النقابة وبين الجهات الموجودة في الدولة فيما يخص هذا الكلام الحمد لله النقابة كان لها دور فاعل في قانون التصالح وفي اشتراطات البنائية الموجودة وتقدمنا بالنمازج الخاصة بنقابة المهندسين اللي هي غير قبل بقى للتلاعب كان يعني أصدرنا شهادات الإشراف الخاصة بالمهندسين والعقد الثلاثي وده مهم جدا اللي بيضمن حق المهندس بيؤدي عمله ويضمن أخلاقيات الميناء ويضمن كفاءة العمل وأخذ بكل هذه النمازج وأخذ برأي النقابة وصدر به قرار من معالي وزير الإسكان في تنظيم اشتراطات البنائية الأخرانية نقابة المهندسين بدورها لما أقول النهاردة فيها كل السادة المهندسين والمكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والمهندسين الاستشاريين فبطبيعة الحال هي النهاردة استشاري الهندسي فعلا اللي بتقوم على الإشراف والتصميم والتنفيذ لكل المشروعات العملاقة اللي احنا شايفينها على أرض مصر النهاردة أصبحت حقيقة واقعة فنقابة المهندسين دورها مهم جدا من خلال أعضائها وليست من خلال مبنيها لأن زي ما قلت لحضرتك أعضاء نقابة المهندسين هما أساس العمل الهندسي في مصر وهو أكبر تجمع مهندسي على مستوى الشرق الأوسط مش مهندس هاني